يلتقي اليوم على ملعب القاهرة الدولية قطباء الكرة المصرية الأهلي حامل اللقب والزمالك ويلتقي الأهلي والزمالك في نهاء مسابقة كأس مصر لكرة القدم من نسخة 2020-2021 أنظار جماهير كرة القدم المصرية تتاجه الأستاذ القاهرة الدولية حيث المباراة النهائية لبطولة كأس مصر للموسم 2020-2021 بين قطباء الكرة الأهلي والزمالك وبعد تجميد المرحل النهائية لبطولة عدة أشهر وصلت مصابقة كأس مصر للموسم الماضي إلى المحاطة الأخيرة بوصول الأهلي والزمالك إلى المباراة النهائية المؤجلة من شهر أكتوبر من عام 2021 وقد تأهل الأهلي لنهاء الكأس بعد الفوز على بتروجيت في الدور النصف النهائي فيما بلغت زمالك المباراة النهائية بعد تغلبها على أسوانب ويعد الأهلي الفريق الأكثر تتويقا ببطولة كأس مصر برصيد 37 لقبا كان آخرها في عام 2020 عندما فاز في النهائي على فريق طلاع الجيش بضربات الترجيح فيما يأتي الزمالك ثانيا بقائمة أكثر الفرقة تتويقا بلقب كأس مصر برصيد 27 لقبا وكان آخرها في عام 2019 حينما تغلب في النهائي على براميدز بسلاسية نظيفة البرتغالي ريكاردو سواريش المدير الفني الجديد للأهلي يخوض مباراته للقمة الأولى أمام الزمالك فيما يقول فيير المدير الفني للزمالك فريقه في مباراة القمة للمرة الخامسة الأهلي خاض حتى الآن 23 مباراة في الدور هذا الموسم وحقق الفوز في 14 مباراة وتعادل في 6 لقاءات وتلقى سلاس هزائم أما الزمالك فيدخل اللقاء وهو منتعش بانتصاراته المتتالية في بطولة الدوري وباستمراره على صدارة جدول المسابقة حتى الآن وقد حقق الزمالك أربعة انتصارات متتالية في الدوري على كل من البنك الأهلي وسراميكا والمقول العرب وغزل المحلة